خطوة مهمة في طريق تفعيل مؤسسات الدولة هكذا وصفت الخارجية الأمريكية عودة الحياة لمجلس النواب بعد سنوات من تعذر عقاده وهي الخطوة التي وصفها الرئيس هادي باللحظة التاريخية ليمن يقف على مخترق طرق السلام أو الحرب كانت سيون قد شهدت السبت الماضي التئام 141 عضوا برلمانيا في جلسة غير اعتيادية تم فيها تزكية سلطان البركان رئيسا للمجلس وأفضت القلسة الأولى إلى اختيار جباري والشداد وباصرة نوابا للرئيس فيما يستمر المجلس في عقد جلساته لمناقشة مشروع الموازنة العامة البرلمان الذي يعد الأطول عمرا بين برلمانات العرب إن عقد في ظروف بالغة التعقيد بعد فشل محاولات كثيرة لانعقاده بعدا التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الموالي للإمارات ولهذا اعتبر البعض ما حدث بسيئون رسالة ضمنية للإمارات خصوصا وأن قيادات نيابية موالية لها قاطعت حضور البرلمان لا تكمن أهمية عودة البرلمان في انعقاد جلساته كمؤسسة تشريعية للدولة فقط بل في كون ذلك الانعقاد يمثل وفق محللين أول مناسبة يمنية تجمع أغلب القيادات الرسمية لليمن في سقف واحد منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة تزامنت مع إشهار تحالف جديد بين القوى السياسية المؤيدة لشرعية ورغم عودة الرئيس هادي لإقامته الجبرية كما يصفها البعض إلا أن حضوره لسيئون شكل حدثا سياسيا نتيجة غيابه عن البلاد فترة طويلة اجتماع البرلمان الذي لقي دعما واضحا من السعودية جعل البعض يبدي مخاوفا من أن يشكل البرلمان غطاءا لسمرار السياسات الخاطئة للتحالف إلا أن اليمنيين يأملون بأن يفتتح البرلمان طريقا جديدا لعودة مؤسسات الدولة على الأقل في المناطق المحررة اشتركوا في القناة